موسيقى في العلقة الطبيعية نحن نأخذها من ناحية أقسام فمثلا في قسم العظام أغلب المرضى اللي يجونهم عبارة عن حالة الانزلاغ الغضروفي حالات خشونة المفاصل وحالات مثلا ما بعد الكثور بالنسبة لنا أو بيقول عليه هو تيبص المفاصل أو قلة الحركة في المفصل كذلك بالنسبة لنا الكتف المتجمد مثلا لكل حالات بيجينة في علاقة طبيعية علاج بكم كيف عن طريق مثلا أجهزة معينة بتقلل الألم أول حاجة وبعد ذلك بيحاول نعمل بعض المكملة الساخنة أول باردة حسب الحالة لتقليل الشد العضلي الموجود وبعد ذلك بيكون في التمارين علاجية معينة بالنسبة لقسم العظام إذا جينا مثلا لقسم آخر مثلا قسم النساء والتوليد أو قسم المخوى العصاب فقسم المخوى العصاب بيجينا حالات كثيرة مثلا حالة الشلل بأنواعها أو الجلطات أو بالنسبة لنا اعترار أطراف العصابة الطرفية دي كل المريض بيجينا في المجمع بيعاني من قلة حركة أو قلة إحساس قلة الحركة وقلة القوة العضلية بتأدي إلى ضعف الحركة وقلة التوازن فالبروتوكول العلاجي بالنسبة ليه أول حاجة تقوى العضلات دي سواء كانت في الأرجل أو في الأطراف العلية أو في الأطراف السفلة لحد ما يصل لمرحلة معينة من التقوية بعدها يبدأ مرحلة التوازن والمشي في مجمع سفانة مثلا المريض بيجينا مثلا على الكرسي المتحرك فالحمد لله بيصل لمرحلة إنه يطلع وهو متحرك أو ماشي يعني أضعف الحلول إنه يمشي بمشايا أو بمساعدة دول من أهل فبيكون العلاج على هي التنشيط كهربائي للعضلات بعدها تماريل المشي بعدها تماريل التوازن وعندنا صالة معينة معدة بأن تتناسب مع حالة المريض فتاني عندنا قسم الأطفال وده قسم معد بيزاته يعني مهيئ بيستقبل حالات كثيرة جدا جدا من حالات الأطفال وأهم حاجة بالنسبة للأطفال نحن نقول البداية السريعة للعلاج تدين النسجة أفضل ونتمنى من الأمهات ينكون عندهم الوعي الكامل بأنه لازم الطفل يحتاج علاج طبيعي فما يتأخروا عشان نصل للمراحل كويسة ونتائج مرضية الأطفال بيجون أغلبهم هم نس حالات الشلل الدماغي بكل أنواع وهي بتأثر على الضعف في عضلات الأرجل في عضلات الأيادة قلة النمو وقلة الحركة وكذلك مثلا تأخر الجلوس والمشي بالنسبة للأطفال بنبدأ معه العلاج تدريجيا على أنه يبدأ التقوية في جسم الطفل عموما بتمارين رياضية معينة ودائما الأطفال بنبدأ عن كل الأجهزة الكهربائية العلاج هو عباله بتمارين بحث وبالتالي دور الأم مهم جدا في أنه تحفظ كل التمارين وتحاول تكررهم معهم في المنزل بعدما يتحرك الطفل ويبدأ يستعد قوته بيكون في تمارين للتوازن ونخليه يعيش حياة مريحة بوضعه المناسب معه بعض الأطفال بيشفوا تماما نتيجة لحالات خفيفة معينة لكن بعض حالات الشلل أو الدماغي أو قلة الحركة بصورة واضحة بنصل معهم لصورة معينة من العلاج اللي هي تكون مرضية للمريض والأم بحيث أنه نقلل من العبء الموجود عليها والطفل يعيش مرتاح بقدر الإنكام اشتركوا في القناة